السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا في فيديو جديد. في هذا الفيديو سوف نرى احصائية الدول الجزائري سعيد بالرحمة في المباراة للجماعة بين فريق كريستال باراس وويستهام. المباراة الذي انتهت بفاوس فريق نادي ويستهام بالثلاثية لهدفين. وفي هذا الفيديو خصوصا سوف نرى احصائية سعيد بالرحمة في المباراة وارقامه وتقييم اللاعب. لنمر الى الاحصائيات والبداية كالادي. اه نرى هنا سعيد بالرحمة لعبه سبع دقيقة وصنع هدف فيما تقييمه سبعة فاصلة اثنين حصل عليه سعيد بالرحمة. وتحركته اه كما تلاحظ الصورة. اما بالنسبة الاحصائية على مستوى الهجوم فهو كالاتي اجمال التزديد الثلاثة تزديد على المرمى واحد تزديد خارج المرمى اثنين اه صنع فرصة خطيرة تمرير سبعتاش واثناش صحيحة فيما الباقي خطأ اه بنسبة واحد وسبعين في المئة لمسا الكرة سبع وعشرين مرة. طبعا احصائية رائعة من ناحية التزديد فيما اه تنقصه دقة التمرير فكانت له اخطاء في تمرير بعض الكرات. اما بالنسبة لاضاعة الفرص فهو اضاع فرصة واحدة والحالة تتسلل صفر والاخطاء الحاصل عليها صفر. اما بالنسبة اه طبعا هذا هو احصائية ساعد بن الرحمة عفوا اه قدم مباراة كبيرة سهم في فوز فريقه اداء جيد من ساعد بن الرحمة قبل اه الذهب الى المنتخب الجزائري لا تنسى اشتركوا على الفيديو الى اللقاء.